السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتحدث على اتجاه سعر الاتريوم خصوصا أنه قام باختراق الالتايم هاي تجاوز الالف واربعمائة دولار التي كان قد وصل إليها سنة الفين وسبعة عشر ثم بعد وصوله لهذه القمة التاريخية انخفض إلى حدود الواحد وتمانين دولار الآن يقوم باختراق الالتايم هاي الالف واربعمائة دولار ويصل لأسعار الالف وستمائة وخمسة وتسعين دولار دائما كنا نتحدث للاتريوم بشكل إيجابي ولازال سيحقق أسعار كبيرة كبيرة جدا لأننا حاليا لا نعرف المقاومة القادمة للاتريوم ممكن أن يصل ثلاث آلاف أربع آلاف خمس آلاف العشر آلاف دولار أن المشروع مشروع قوي أكبر منافس للبيتكوين هو الاتريوم أتى بالكثير من الميزات وسنتحدث على بعض المشاريع التي لديها علاقة الآن مع الاتريوم سنتحدث على عملة الأفا لانش وهل هذا المشروع قوي أو مشروع آدي سنحاول النقاش في هذا المشروع ثم سنتحدث على عملة السويب التي أظهرت إيجابية بشكل كبير سنتحدث على بعض الأخبار الخاصة بعملة السويب وعملة البايننس صراحة هناك الكثير الكثير سنحاول الحديث عليه في هذه الحلقة إن شاء الله الضومينانس كما تحدثنا مسبقا على أنها تتجه للسبعة وخمسين بالمئة ثم الخمسين بالمئة حاليا الواحد وستين فاصل اثنان بالمئة يعني الضومينانس كلما انخفضت كلما تعطى فرصة كبيرة للعملات البديلة لو لاحظتم البيتكوين ولو ينخفض عندما يستقر ثم نرى حركة إيجابية في العملات البديلة كل العملات الآن تحقق الإيجابية تحقق الأرشيفاء يعني هذا ما نريده وهذا ما كنا دائما نتحدث عليه حتى في أصعب الأوقات عندما كان ينخفض البيتكوين وتنخفض العملات البديلة كنا نعرف أنه سيأتي يوم وستعطى الفرصة للعملات البديلة وستنخف بالنسبة احتكار البيتكوين وذلك ما حصل حاليا وما سيحصل لأن تخيل مع النسبة سنة 2017 وصلت ل37% حاليا نحن فقط في الواحد وستين بالمئة يعني عندما سنصبح نارى كما قلنا تسارع قوي البمبات قوية في العملات الرقمية وسنصق بأكمله شفع بدون الستناء هنا سنبدأ بالتفكير بالخروج من السوق المهم هذا ليس موضوعنا الأتريوم لازم نستنرى في أسعار كبيرة لأنه قام بتجاوز الأول تايم هاي يعني ليس هناك أي مقاومة أمام الأتريوم وسنتحدث على الأتريوم والأفالانش الأفالانش هذا مشروع من بين أقوى المشاريع الموجودة حاليا ممكن أن تجد لا يتحدث عليه أي شخص والقليل إذا وجدت إذا بحثت تجد القليل القليل من يتحدث على هذا المشروع العملات مثلا تصل لأسعار كبيرة يبدأ أنداك الحديث على المشروع القوي ويتحدثون على أنه قوي وسيصل لكذا وكذا وكذا ولكن أفضل شيء هو أن تبحث بصلب المشروع قبل أن يتحدث عليها الكل عملة الأفالانش بحثت في مشروع العملة من بين أقوى العملات الموجودة حاليا لن أتحدث معك بهذه الكلمة فقط ولكن سأعطيك لما أقول لك المشروع مثلا دائما حاول أن في أي استثمار استثمرت فيه أي مشروع أعطي حاول أن تعطي لنفسك أولا سبب مقنع يجعلك تستثمر في هذا المشروع لماذا السبب المقنع الذي يجعلك تستثمر في المشروع مثلا حتى لو انخفضت العملة بالسبب المشروع الذي شركة فلانية يقومون بحل مشكلة الأتريوم يقومون بإعطاء حلول مثلا لعملات أخرى لديهم أمان عالي هنا عندما تنخفض عليك العملة تعرف أن هناك أسباب قوية ستجعل العملة تسعود للإرشيف عملة الأفالانش الكل يعلم أن الأتريوم لديه لغة معقدة شيئا ما الصوليديش في المركزية هناك الكثير من اللغات المعروفة عند المطوري من أبرزهم واللغة المعروفة هي الجافة الأتريوم عندما أنشئ البلوكترين الخاص بالأتريوم أنشئ بلغة جديدة لغة مغايرة الصوليديش عندما أنشأ الأتريوم البلوكترين الخاصة به ولغة خاصة به أتت الكثير من المشاريع والمشاريع مثلا التي تبدأ تريد أن تعمل مشروعها تأتي لأرضية الأتريوم تأخذ لغة الأتريوم الصوليديش تكون سواء على البلوكترين ثم عندما مثلا يريد ذلك المشروع أن يقوم بطرح البلوكترين الخاصة به يقوم بعمل البلوكترين الخاصة به ولكن تبقى لديه نفس اللغة الخاصة بالصوليديش العملات تأخذ اللغة لا تطور عليها تأخذها بمشاكلها وبالأشياء الصعبة الموجودة فيها كل العملات تقريبا لم تستطيع أي عملة أن تقدم حلول لتسهيل هذه اللغة فأتى هنا مشروع الأفالانش قام بإعطاء حلول الأتريوم وماذا فعلوا؟ طوروا في هذه اللغة أسموها الصوليديش بلاس بلاس الآن الصوليديش الخاصة بالأتريوم هي صوليديش والصوليديش التي طورتها عملة الأفالانش هي الصوليديش بلاس بلاس والذي جعل فريق الأتريوم مبهود هو أنه وصلوا لزيرو اقتطاع في شبكة الأتريوم سيتم طرح منصة لا مركزية خاصة بهم للأفالانش منصة ديفاي تابعة للأتريوم بزيرو اقتطاع كل المنصات اللامركزية حاليا الكثير من يشكي من الاقتطاعات وصلت تصل الاقتطاعات على منصة اليونيس واب كل عملية قمت بها على الشبكة ما بين الستين إلى حدود المئة دولار يعني الستين ما بين ستين والمئة دولار الأفالانش ستقوم بطرح المنصة اللامركزية على شبكة الأتريوم وبزيرو اقتطاع مشروع قوي صراحة فريق الأتريوم فيتاليك تحدث عليها قال هذا هو المشروع الذي قدم حلول عملية وقام بتقديمها على أرض الواقع في شبكة الأتريوم هو هذا مشروع الأفالانش هذا المشروع في قادمة الأيام سنراه ممكن نقول لك طب 20 أو طب 10 مشروع الأفالانش وتذكر كلامي إن شاء الله من بين أقوى العملات الموجودة والتي بدأت بشكل خرافي حاليا لا يتحدث على أي شخص قليل من الأخوة الذين يبحثون يسألون على العملة العملة قوية إذا كنت مستثمر في هذا المشروع فمن بين أقوى المشاريع الموجودة حاليا بهذا الشرح فقط نريد أن نبسط لكم الأمور أتمنى أن تكون كل الأفكار التي أريد أن أوصلها لكم تصل لو تصل فقط بـ 80% فهذا ما أريد أو 70% أن هناك بعض الأشياء المعقدة التي أبحث فيها أريد أن أعمال شرح لا أجد حتى الطريق المهم مشروع القوي قوي جدا مشروع الأفالانش ننتقل لعملة السواب التي رأينا بها إيجابية كبيرة ولكن أي إيجابية هناك سبب وراء هذه الإيجابية وهل ستستمر هذه الإيجابية أم لا؟ بخصوص عملة السواب كما يعلم الجميع السواب نقول تابعاً منصة البايننس العملة معروفة تقريباً نقول مثل بنك لا مركزي ممكن أن نقارنه أو كمثال مثل البايبال مثلاً تريد شراء البيع تقوم بعمل تحويلات بنكية الشريع عن طريق البطاقات التي تتيحها لك شركة السواب لديهم ديفاي لديهم العديد العديد من المنتوجات الجيدة لديهم الكثير من الشراكات هي عندما قامت بشراء حصة منها منصة البايننس عملة السواب لأن منصة البايننس ستقوم بطرح كما تحدث سيزي هذا صاحب منصة مؤسس من منصة البايننس تحدث منذ بدة على طرح البايننس باي لكي ينافس البنوك المركزية كمثال البايبال البايونير البنوك المعروفة التي في المركزية لأن حاليا بايبال دخل على الخط دخل لخط العملات الرقمية والبايننس كانت قد تحدثت على البايننس باي منذ تقريبا أكثر من شهر وحاليا سيتم بطرح البايننس باي ممكن في هذه الأيام القادمة إن شاء الله لمنافسة البايبال ومنافسة البنوك الإلكترونية المعروفة هنا يأتي دور السويب السويب دور والذي جعل منصة البايننس تشاري حصة من هذا المشروع وتضمه لمشاريعها لأن العملة لديها خبرة كبيرة في هذا المجال في مجال الباي كيف أقول لك في مجال التعاملة المالية مؤسسة العملة لديه شراكات مشروع قوي صراحة السويب لهذا رأينا إرشفاء قوي لعملة السويب ولازم نصنع إيجابية في هذه العملة أن هناك بايننس باي أن العملة ستستعمل وحتى العملة حتى في عمليتها تحرق العملة هناك من العملات كما سأقول لك بخصوص الأفالانش لم أتحدث على المعلومة الأول يسعر و 15 دولار الماركتشكاب الخاصة بها 1.1 مليار دولار ما يروش في العملة حاليا 76 مليون فقط الماكس سبلاي هو 720 مليون والتطل سبلاي 360 مليون هذه العملة في التحويلات التي تحدث في شبكة الأفالانش على الأتريوم تحرق كمية قليلة في أي تحويلة في البلوك هذا يحدث حتى في الأتريوم ويحدث في بعض العملات مثل البايننس مثل السويب البلوكتين الخاصة بالسويب هي من نوعية البايننس يعني هي في السمارت تشين الخاصة بالبايننس مشروع جيد السويب تحدثت عليها أكثر من مرة العملة الحدث الذي جعل العملة ثارتة فيه هو البايننس باي والذي سيجعل العملة ثارتة فيه كذلك البايننس كذلك رأيناها في ارتفاع مستمير لأن العملة تستعمل بشكل كبير البايننس كوين تستعمل بنسبة 90% هذه العملة تستعمل في الشراء في البيع لانشبول ديفاي لديهم شركات حتى خارجة عن هذا المجال يعني البايننس كوين مشروع قوي من بين أقوى العملات الموجودة حاليا وحتى الفريق يريدون أن يقوموا بحرق العملة دائما يقومون بحرق 10 مليون دولار من هذه العملة خمسة مليون ستة مليون مع ذكري لهذا الموضوع تذكرت بعض التعليقات شخص سألني عندما مثلا أنا لدي مثلا كمثال عملة البايننس والعملة تقوم بحرق العملة من الماكس سبلاي هل تنقص الكمية الموجودة عندي هل تقيل لا يا أخي الكمية تبقى كما هي متى يمكن للكمية أن تنقص أو مثلا تزداد عندما يقومون بتغيير الماكس سبلاي وما يروج في العملة مثلا البايننس كمثال حاليا ما يروج بها 154 مليون قالوا أنهم كمثال سيغيرون الماكس سبلاي ستصبح مثلا الماكس سبلاي هو 100 مليون يعني هنا ستنقص التوكن الخاص بك ولكن سترتفع قيمة العملة مثلا قاموا بخفض 70% ترتفع قيمة 70% لم أحسب العملية ولكن رصيدك بالدولار يبقى ثابتا كما هو مثلا كانت لديك 10 ألاف دولار على البايننس كوين قاموا بعمل تغيير ممكن أن تخرج ويرتفع أما أنتقل لا يعني مثلا يمكن أن تكون تصبح لديك 15 ألف دولار أو 20 ألف دولار أو 30 ألف دولار على حسب السعر التي ستطرح بها عملة البايننس كوين يعني نحاول دائما أن نعطيكم بعض المعلومات ونحاول أن نتشارك معكم بعض العملات عملة الأفالانش مشروع قوي لونك تارم صراحة هذا المشروع من بين العملات القوية والقادمة بقوة والتي ستنافس المشاريع لأن العملة الوحيدة التي استطعت تطوير هذه اللغة عملات أخرى مشاريع أخرى لم تفهم حتى هذه اللغة لم تتماشى حتى مع هذه اللغة وكيف تقول لي أن مشروع يأتي ويطور هذه اللغة تجاوز مرحلة الفهم وقام بتطوير هذه اللغة وأصبحت لغة اسمها صوليديشي بلاس بلاس يعني فريق الأذريوم بقى مدهولا لهذا المشروع المشروع تشريها المنصات بصمت يعني مشروع قوي الأضلانج حاليا للدومينانس نراحضها في انخفاض البيتكوين كل مرة نرى تقلب سبع ما بين 37 إلى حدود 38 ألف دولار سعر البيتكوين حاليا تعطى فرصة للعملاثة البديلة هناك يعني تسارع في وطيرة الارتفاع نرى العملاثة التي تظهر لنا إيجابية هناك من يسألني كثيرا على بعض العملاثة التي تكون الفوق مثلا تحقق مثلا مئة بالمئة أو مئتان بالمئة هل أدخل في ذلك الوقت أفضل شيء نتظر حتى يتم التفرية وتصحح العملة ثم أدخل وأمر آخر تسني بعض الرسائل وأرى بعض التعليقات نريد عملة مثل عملة الضوك تقوم بعمل البامب في يوم واحد أوكي سأقول لك أمر مهم جدا أنت تريد الربح السريع يجب أن تدخل فكرتك الخسارة السريعة عملية بسيطة الربح السريع يؤدي إلى الخسارة السريعة إذا أردت ربحا سريعا فيجب أن تضع في مفكرتك خسارة سريعة كي أكون معك واضحا مئة بالمئة وبدون أن أتفلسف عليك خسارة ربح سريع يؤدي لخسارة سريعة السلام عليكم يعني عملة قوية مشروع قوي سترى وثيرة الارتفاع مثلا غدا عشر بالمئة بعد غدا عشر بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة أربعين وهكذا يكون ارتفاع تصحح وتكون لديك الفرصة في البيع أما إذا أردت الدخول لمشروع تريد بامب ممكن أن تشريها كمثال في ثلاثين ساتوشي تعمل بامب للسبعين وتعود كما كانت إذا أردت الربح سريع قم بوضع أيضا أوردر سيل ضروري من الأوردر سيل ضروري وضروري ومؤكد لذلك حاول أن تكون حاول أن تشغل بتتاقل لا أريد الإطالة عليكم في هذه الحلقة صراحة هناك الكثير الكثير من الأشياء التي يمكن أن نتحدث عليها نعتذر على عدم وضع فيديو البارحة صراحة لم يكفيني البارحة الوقت كنت مشهول في بعض الأمور كنت أبحث وكذا وعندما انتهيت كان الوقت متأخرا لا أريد أن أ أخير الفيديوهات شكرا لكم شكرا لتحفيزاتكم ولا تنسوا دعم هذا الفيديو بلايك لايك ومشاركته مع أصدقائكم دمتم في رعيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته